اهلا بيكو بعد الفاصل ولسه مكملين حادثنا عن الانتحار وعلاقته بالسحر دكتور ابراهيم مين اصلا مين اصلا مبدئيا يعني جيله قلب يعمل لحد حاجة زي كده ده يعني ده حد والله العظيم يعني قلبه اسود جدا مجاحد يعني انا مش عارفة زي ممكن حد يعمل يوصل الغل لجوال درجة ان هو بعايز يأذي حد او يموته او يمرضه يعني مش في الطريقة دي بصراح اول ما يا دكتورة شهندة انا كنت بشوف اصحار الناس بيجيبولي اصحار واحجبها مكتوبة اه وصور اشخاص معينين اه نساء او رجال او اطفال الصورة نفسها صورة الست او صورة الولد او الراجل اه فيها دبابيس فيها مثلا افل معمول على الصورة اه مكتوب مثلا يموت يموت بحادث يموت بشلل يموت بمرض كذا والله انا شوف تصور زي كده مكتوب عليها حاجات زي كده وكلام بقى ورق كتير كده احنا بنشوف ده كتير عانت لما بنظافه في المقابر بنلاقي نن انا لقيت صورة لنن بيبي والله معمول لها يعني حرام بسم الله ففعلا يعني الواحد لو هي تخيل ازاي حد عنده قلب حقيقي انه هو يعمل حاجة يأذي حد كده مهما كان بينك وبينه ايه ده في ناس اصلا بتأذي حد من غير ما يكون فيه بينهم مشاكل هو كده حبا في الشر حبا في الشر وqualران في الخير اللنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان من الناس مفاتيح للخير مغلاقة للشر ومن الناس مفاتيح للشر مغلاقة للخير اوه هي كده في ناس كده يعني هو .. بتهب الازر يعني هو تخصص شر يعني اوه هل السحر بقى فعلاً يتسبب في انتحار ولا لأ؟ السحر ممكن يتسبب في انتحار لكن نحن بقى مش نقول كل واحد انتحر يبقى هو مسهور ومعزور والسحر وكام ذا كله لا مش نقول كده على وجه العموم لكن السحر قد يتسبب في انتحار يموت يعني في بعض السحرة عليهم لعنة الله ممكن يعمل السحر ان فلن ده يكره نفسه ويزهق من نفسه ومن اللي حواليه وعايز يتخلص من نفسه في انتحر طب تلي علامات معينة ممكن اهله بقى اللي في البيت او كده يعرفه قبل ما يقبل على انتحار ولا هي بتيجي فجأة لا طبعاً مش هتيجي فجأة يعني لها مقدمات طبعاً يعني انا لي صديق اعرفه صديق شخصي لي اخته ماتت منتحرة ده الى الله ده اخ انا اعرفه صديق اعرفه ده اخته كانت تعاني الاول من سحر وكانوا شكين في حد معين بس طبعاً يعني الشك برضو يحنا بيكون بين او بين لا فالاول كان المقدمات ايه ان هي كرها البيت كرها زوجها كرها اهلها كده بدت على طول كده تدريجياً لحد ما خلاص هي كرهة نفسها كمان يعني كرهة الاول اللي حواليها كرهة المكان كرهة نفسها مش طيقة حاجة خالص حواليها ولا عايزة تعيش في بيتها ولا عايزة تعيش في في منزل والدها ولا عايزة تعيش عند اخوها ولا اي حاجة هي عايزة تخلص من الحياة هي دنيا سودت والشاهدة خلاص طيب فاخوها واخواتها التانيين بيكلموها طيب يعني ايه اللي مزعلك طيب ايه اللي يرضيك طيب احنا عايزين نريحك يعني شوف ايه اللي انت عايزها حتى زوجها طيب ايه اللي انت عايزها واحنا نريحك فيه تقول لهم لا انا مش عايزة حاجة انا عايزة اموت نفسي انا حسناً لو موت نفسي ارتاح انا تعبانة وفعلاً صاحبي صديق ده بيقول لي اه في يوم كده كنا نايمين وهي طلعت الدور الرابع ونامت نفسها من فوق من الدور الرابع وماتت خلاص نامت نفسها من الدور الرابع وماتت قال جبنا لما طبعاً شلناها وكده في ورقة مكتوبة معاها ان فلانة دي باسمها بنت فلانة تموت بالانتحار تخيلي يعني تتخيلي واحد عارف ان سحره ده هينفذ باذن الله او ان هو يضر انسانة بريئة وحدة عندها اطفال وبيت وعارف ان عندها اطفال وبيت واولاد وابه امه وتموت كده منتحرة ترمي نفسها من فوق عادي وهي مغيبة حسبنا الله ان يعملوا كيف يعني السحره دول فعلا انا انا يعني اطالب والله ان يكون فيه قانون رادع للسحر والشعوازة والدجال اه الناس دول بيئذوا ناس كبير جدا بيئذوا خلق الله اي واحد بينه وبين حد مشكلة يقول له خلاص اه يستسل انا 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 روأك حج يروح للسحر يا فلان اعمل لي السحر اللي تب عايزه بايه السحر نفسه اه بخياره اه يعني تخيلي الاجرام اللي هو وصل له اه يقول له عايزه مسلا يمرض عايزه يتشل عايزه يموت بحارس بقى المهم اي حاجة يفقد حد من اولاده حد من كده فيبدأ طبعا السحر نفسه برضو لان السحره دول درجات فيه سحر شاطر اللي هو بقى بيقول له عايز عايز بايه بالزبط وفيه السحر اللي هم يعني قرأ كتاب ولا اتنين في على النت مسلا ولا هو يفيده كتاب من هم الكتب القديمة اللي وراها اصفر ده اه فقرأ كلمتين اعمل كزا على كزا انا طبعا مش هقوله عشان برضو اللي بيسمعني ما يعملش يعمل كزا على كزا في يوم كزا فيعملها فلان ابن فلانة خلاص يموت حادث بقى يمرض فلانة تطلق فلان يطلق زوجت اي حاجة يعني اه الصحراء دول المفروض يواجهوا علشان كده احنا كنا نكلم في ايه ان احنا عايزين نكثر من سواد المعالجين الرقاء الكويسين اللي هم المهرة اللي يتقوا الله سبحانه وتعالى عايزين عدد كبير جدا ليه ماينفعش اقول احنا عشان برضو نتكلم يعني المضوع يكون رسمي ماينفعش احنا المضوع ده احنا شايفينه في حياتنا السحر موجود والمس موجود والحسد موجود والعين موجودة احنا شايفين الحاجات دي موجودة شايفينها قدامنا وفي حوالينا وفي كل بيت يعني اللي اكاد يأخلوا بيت من حاجة زي كده فاحنا مش هنقول ان احنا نبطر رقيا خالص لا لازم ده ده مرض موجود منتشف عايزين نعالج المرض ده يبقى نواجه بايه يكون فيه عدد كبير جدا للمرقاء متخصصين يكونوا فاهمين يتقوا الله ما يكونوش دجالين لان للأسف يعني اي حد حتى الساحر نفسه الناس بتقول علي ان هو شيخ احنا رحنا للشيخ مع ان هو ساحر وعارفين ان هو ساحر ومشعوز ودجال بس برضو اسمه شيخ لا احنا عايزين نؤصل الموضوع شوي الصحراء دول لازم يتحربوا المشعوزين الدجالين دول لازم يكون فيه يعني اي اه حاجة رادعة ليهم نما بيؤذوا بيؤذوا خلق الله سبحانه وتعالى فده ما ينفعش في نفس الوقت برضو احنا عايزين اه الرقاء يكونوا قطار وبرضو احنا عايزين اه يكون فيه راقيات اه او رقاء من النساء اه حقيقا الافضل للمرأة والتعبانة ان واحدة ست هي اللي ترقيها ده الافضل وده الاحوط وده يعني الكويس يعني لو هي طبعا اللي ست تدريها المصابة دي مش تعرف ترقي نفسها خلاص الافضل ان ست هي ترقي ست او بنت ترقي بنت اه لكن لو مفيش خلاص لا بأس ان يكون فيه راقي يعني يعني كويس موهل ان هو يرقي مفيش مشكلة والافضل ان الرجل هو يرقي الرجل اه فعايزين الموضوع ده يكون ايه يعني يكون كتير حتى انا كنت بفكر ان انا اعمل اكاديمية اه وعملت كان عملت مجموعة كده جروب على الواتساب اه بالفضل الله اه علمت فيها بالفضل الله شوية يعني يعني كان ايه بعض الناس اللي عايزين يستفسروا عن اي حاجة في الموضوع ده اي حد اي حد وانا بقول كده اي حد عايز يستفسر عن اي حاجة في موضوع اه المعالجة ازاي يعالج ازاي سحر او مس او عين او حسد طبعا انا بقول سحر او مس لان فيه فرق بينهم بقول عين او حسد لان برضو فيه فرق بينهم اه فلازم اقول الاربعة دول والحالة النفسية دي اللي هي الخمسة العامل النفسي او اليحاء النفسي ده رقم خمسة ثم خمس حاجات سحر ومس وعين وحسد وعامل نفسي. مم. فاي حد عايز يعني اي معلومة عن الموضوع ده في العلاج ان شاء الله بيزن الله انا اساعده وان شاء الله يعني ربنا يبارك لك الله يا دكتور. ربنا يجعل ذلك في موازين حسناتنا ان شاء الله. طيب احنا اتكلمنا عن السحر الفرق ما بين العين. ايه? والحسد. اه. بس حالك دهوقتي بتقول في فرق برضو ما بين السحر والمس. اه اه. ايه السحر ده مكون من خمس حاجات. اه? السحر بيكون اصعب من المس. اه? المس دايما بيكون اسهل من السحر. المس اسهل. المس اسهل اه. المس ده هو الناس كله عليه اللبس او 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 ايه? لابسه جالني او اا يعني اا منسوس. اه? ده اسمه مس. اللي هو بيبقى جسمه نفسه فيه جن صحي كده? فيه جن اه. اه. متلبس به جن? اه. وطبعا التلبس نفسه او المس نفسه ينقسم برضو الاقصار. اه انا ما عرفش الحلقة يعني وقتها يكون متسع ولا إحنا هنقول الناظر عليه يعني سريعا ونعم الله حلق إن شاء الله المس نفسه فيه بيكون مس داخل الجسد وفيه مس خارج الجسد يعني مس خارج الجسد اللي هو عارف حضرك زي ايه بنوشبهه بحي كده لما حد يخبط على الباب كده ويجري هو ده مس برضه خارج الجسد هو بيقولك بيزوله ايوه بيزوله ايوه فده اسمه خارج الجسد اللي هو داخل الجسد ده مس عادي بس طبعا ده هو بيكون اهون بكتير من السح طبعا بإذن الله ان شاء الله وكله بيرادة الله المس ده ممكن يكون جن يتلبس بجسد انسي لوحده كده ممكن يكون من غير السبب يكون عن شهوى وهوى عن النفس كده واحد كده جني قال أنا هدخل الجسم ده بس مش هدخل برضه كده بمزالي ده لازم يكون الجسم ده ضعيف يكون ضعيف يكون ضعيف ايمان يكون برضه مخترق يعني يكون مش مؤهل او يكون مش اين الاذكار مش محصن مش برضه اي جسم يقول له هدخل ده اتفرض اه مش بمزاجه يعني اه فلازم موضوع يكون مؤصل شوية الجن بيتلبس بالجسد طيب هل الجن ده اللي بيتلبس بالجسد هل هو الوحده ولا مع احد ده هنبدأ برضه اين نفصل فيها شوية اه ممكن يكون لوحده اه ممكن يدخل لوحده ويجيب حد معاه اتنين اه اتنين في جسد واحد اه ممكن اتنين في جسد واحد اللي لا يمكن بقى اللي كنت بسمعه كنت بسمع بعض الفيديوهات على اليوتيوب وحلقات كالناس بيطلعوا في التلفزيون يقولوها فلانة عليها قبيلة من الجن اه عليها الف جني ايه ده الكلام ده استحالة ده ما مش ممكن ابدا لا يعني ايه الف جني وهي عايشة وكويسة ومتتكلم ومش كده يعني مش مش دراجي دي يعني لا لا يعني موضوع برضه محدود شوية لكن هو قبيلة بقى من الجن واسرة من الجن وآ الف جني لا الكلام ده يعني غير معقول وغير منطقي اصلا لان الجسد برضه ليه طاقة يعني هو واحد او اتنين ممكن يعني واحد او اتنين وممكن يعني في الغالب واحد ده يعني تسعين في المية واحد لكن واحد ممكن معاه واحد كمان اتنين ماشي ممكن يتوقعوا ثلاثة بس اقصى حد يعني ويعرافه لكن اكثر من كده بصراحه ما دأ نفيش. لماذا إبقى ممكن يكون الجن ده مالذي الجن المتلبس يكون هو وزوجته. آآ هيا وزوجها. أو أولادهذة رجال mano مثلا أو حن يتم من أولاده فقط طبعا الناس يمكن تستغرب المشاهدين يعني هو ي пробوض أولا ganska أهما يتزوجون طبعا الضفل يتزوج آآ آآ أهما يتزوجون كل ده في الجسد واحد. اه اه. والعدد طبعا مش كبير. لكن وطبعا احنا برضو بنتكلم في كده ايه? الموضوع ده ما رده الى الله. لكن احنا بناء على التجربة او الممارسة اللي احنا اشتغلنا فيها ممارسة بس. احنا طبعا مش شايفين الجن. اه. ولا هنشوف الجن. اه. على هيئة الحقيقية. لكن ممكن نشوفه على اي هيئة تانية. اه متجسد في صورة انسان او حيوان او جماد او نبات. اه. الله سبحانه وتعالى اعطاه القدرة ان هو يتشكل. لكن اه. لا نراه ابدا على هيئته الحقيقية. احنا لا نستطيع ان نرى الجن على هيئته الحقيقية. ده طبعا المس. اه. السحر بقى موضوعه يعني كبير شوية. اه. هيكون طبعا السحر ده يعني ساحر اللي هيعمل السحر. والذي ذهب الى الساحر. الشخص اللي راح للساحر. والانسان المسهور. والمادة السحرية اللي الساحر المفروض هيعملها. اه. وخادم الجن للساحر هيرسله للجن. اه. للمسهور. اه. الموضوع يعني ايه? موضوع كبير. اي طول شوية. اه. الموضوع كبير. لكن طبعا كل ده سواء سحر سواء مس سواء حسد او عين. الانسان لازم يكون اه دايما اه قريب من ربنا. اه. كل ما يكون قريب من ربنا ربنا هيحفظه. هيحفظه. اه. من اي حاجة من اي اذى. اه. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء. لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. مه. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن ينفعوك لن يضروك بشيء الا. اه. لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. مه. رفعت الاقلام وجفت الصحب. ايه. فالانسان يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى واحده. ان هو الذي بيده الضر وهو الذي بيده النفع سبحانه وتعالى. فالانسان يلجئ ويعني يعتصم بالله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. انا ودكتور ابراهيم نورتيني وان شاء الله لنا حلقات تانية عن الموضوع. ده ملف كبير جدا. اه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وان طول الوقت تكونوا محصنين نفسكم واولادكم وبيوتكم. فواصل وانتظروني بعد الفاصل. اشتركوا في القناة